طيب أنا عايزة برضا تكلم بصوت الرجل النهاردة يعني عشان نهاردة ما معناش مزيع رجل فهنتكلم إحنا بصوت الرجل فيه بصراحة خليني نتكلم بصراحة إحنا كستات بيجي بنبقى زعلانين ومتدايقين ويجي الرجل يسألنا مالك مفيش هو في الحقيقة أنا بس عايزة أقول حاجة هو كلمة مفيش دي مش عشان أنا يعني عايزة يعرف لوحده ساعات ببعا عايزة يعرف لوحده بصلا هو جزة منها تاني هو خاصة مش عايزة أكبر الموضوع بسالسة متدايقة فالراجل هنا يعمل إيه بردو أنا ضد بقى الستة اللي تقولك مفيش أنا ضد أي بني آدم أجي أسأله مالك يقول لي مفيش ده أنا كان بلا هدف هيفضل يلف حوالين نفسه يلف في الشقة يا طرى أنا عملت إيه دايقها يا طرى ما عرفش إيه طب وبعدين وبعدين يا ابن الحلال طب هي طرى تفتشت في موبايلي فعرفت إن أنا مثلا بتكلم واحدة طب يا طرى مش عارف إيه يا سمعتني لما بكلم صاحبي واشتكيها بينه فأنتي حتخليه يضرب أخماس في أسداس اللي هو رجل مش عارف يعمل حاجة فبدأ إما بقى عندنا مشكلة واحدة بقى عندنا مشكلتين مشكلة الأولانية اللي حضرتك كبرتيها بينك وبين نفسك وربما تكوني أنت من الناس الل اللي بتدي الأمور أكبر من حجمها المشكلة ثلاثة سنتي فانديدتيها ستين سنتي والمشكلة الثانية عدم سردك للقصة اللي هو حيطة إن أنا أتمنع فأمارس معه الصمت العقابي طب وبعدين أنت تمارس الصمت العقابي وهو يمارس الهروب العقابي طب إحنا مين هيجمعنا؟ المشكلة ما تحلتش إحنا خلاص كده أما هالمشكلة عملة تكبر بتوسع هي بتوسع وبعدين خلاص الترقومات عملة تزيد فأنتي عبتي حاجة ولا حاجة طب خلاص طب والله المرة الجاي أنا كراجل لما تي تقول لي مفيش والله بحقول لها مالك تاني حقيقي ده كبر دماغه إيه ده 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 سابني أولع ينهرب يا طب يا ربني أجمال يا ربني جمال طب والله إلى لم يهدومي راح عند ماما راحتي عند ماما المشكلة دخلنا مشكلة ثالثة يا ساتر إحنا حملنا قلوب الناس الكبيرة بلا سبب طب وبعدين طب ما إحنا من الأول بص هو أنت واضح أنت مش واخد بالك أو ده الحل بقى واضح أنت مش واخد بالك أو ربما تكون مثلا أنت عايز تمارس معي الإهمال أو عارس أعرف بس أنت يعني يعني أنت مش عارفة أنت ليه عمل من دانها مش عايز تفهمني أو أنت مش فهمني كما يجب ودي كارثة تانية المشكلة والله إن كذا 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 لما إحنا كنا في المناسبة الفلانية أنت عملت التصرف الفلاني أو أنت مؤثر معايا في كذا أنت مؤثر معايا لأنه عارفة اللي هو موضوع أن كل بيت وفيه أسراره والحيطان فعلا مدارية البيوت والكلام ده أوكي بس اللي جوه البيوت لو مش إحنا هنتناقش في الصغائر أنا وإنت هنتكلم فيها إمتى لما عمرنا يوصل سبعين سنة وإنت تكوني شيلتي مني سنين تلاتين سنة جواز أو ربعين سنة جواز لو مش هنلحق دقة بيني وبينك طب تأثير ده إيه على أولادنا طيب حضرتك إزاي بتنصحي الناس اللي بيجولك سواء سيدة أو رجل أنه طريقة الحوار نفسها تبعاملة إزاي يعني النهاردة ممكن حد يتكلم مع اللي قدامه في المشاكل اللي مدايئة لكن يفقد حقه خليني نقول خليني نقول بعصبية أو بأنه كلام ساعد بيبقى زي ما بيقولوا كده بيرمي كلام مش لطيف يعني إزاي اللي عنده المشكلة دي يسيطر عليها طريق الحوار تبقى عاملة إزاي خصوصا لو في مشكلة جامدة لأنه بيبقى دايما الطرفين شايف كل واحد فيهم شايف نفسه صح أيوة فالشيطان بيدخل خلينا نقول فإزاي النهاردة الاتنين يعودوا مع بعض يتكلموا مع بعض بطريقة حضرية من غير ما حد يخسر حقه وفي نفس الوقت إحنا هنا مش في خناقة إحنا هنا مش في مين هيفوز عادي نازلنا حلق طبعا عزلنا عالج فبتنصحي أنت ساعتها بإيه إحنا نعالج الموقف الأول أن أنت آخر مرة عملت كشف حساب لنفسك إزاي فبيتفاجئ بقى الزوج بكلمة كشف حساب يعني إيه كشف حساب يعني هو أنت عامل اللي عليك أنت في حياتك مع شركة حياتك أنت عامل اللي عليك أو والله ده أنا بصرفه بجيبه وبعمل لا أنا بكلمش عن مصاريف خالص ولا فلوس خالص هذا الإشباع المادي اللي حضرتك بتتكلم فيه دي حاجة مفروغ منها نقشحنا بعدين تعالنا نتكلم عن الإشباع النفسي والجنسي والعاطفي مهزوجة لها حقوق حضرتك قاين بواجباتك على أكمل وجه فقل لي أنا ما بعملش حاجة أسأليها فأجي أسألها لا هو مدغدغني جدا أنا متشراحة جدا من جواي هو لا يعلم أنا تعبانة هو ما يعرفش أن أنا تعبانة هو شفني بأتحك ومغني ولطيفة وصريفة ومهزر وكده فأنا كده حالتي نفسي كويسة لأ أنت ما تعرفش عنها حاجة لأن نصف دحك أنا حزن تلت تربع اصطنعنا أن إحنا بخير إحنا متضغدغين من جوا أنت لا تعلم عني شيء أو مش معنا نزلت ستوري بقى أنا سعيدة أو أن أنا روحت حفلة تعدي الولاد مع صاحبتي بقى أنا كويسة أو دحكنا مع الولادي بقى أنا بخير ربما في أمر أنا أحاول أخفيه فبلبس قناع السعادة فأنت إذا ما كنتش تفتش فيه وأنا أفتش فيك عشان كده لما بعض معاهم طب أنتوا ببقى أحدا كده سكتة مستغربة اللي هو إيه ده هو أنتوا جئت يتعاد بقدامي ببقى سكتة خالص وكدش موجودة في المكتب ما هو أنت قلت كذا ما هو أنت فاكر لما عملت مش عارفة إيه وكان صوتك عالي علي وانت يا ستة هانم لما قلتلي فببقى أدو طب ما تقوموا تروحوا تكبلوا كلامكم في البيت ببقى سعيدة ببقى زعلانة في نفس الوقت سعيدة هم أخيرا بدأوا يخرجوا هذا الانفجار الحزين وببقى زعلانة جدا أنتوا للدرجات مفتقدين الحديث ما بينكما للدرجات مش قادرين تزعقوا وتتكلموا في مسأل بلدي كده بيتقال عندنا أن البيت اللي فيه سريخ ودوش أحسن بكتير من البيت الصامت